السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلب التصف الأول العديد أهلا سأعلم بحضراتكم إن شاء الله مع بعض النهاردة هنشرح تاريخ معنا الدرس الأول بعنوان الحياة الاجتماعية بداية المصر القديم عرف أن الوحدة والتماسك بين أفراد المجتمع هي أساس التقدم والإزدهور لذلك حرس المصر القديم على تطبيق العدالة والمسواه بين أفراد المجتمع أمام القانون لذلك عاش حياة مستقرة يسودها الحب والود عندي تعريف بيقولك ما المقصود بالحياة الاجتماعية تعريف الحياة الاجتماعية تقول لي هي العادات والتقاليد التي تمسك بها جميع الطبقات في المجتمع المصري القديم من حيث الملبس والمشرب والمأكل طبعا عندي تعريف كده أقولك ما المقصود بالطبقة الاجتماعية تقول لي هي الفئات التي يتكون منها المجتمع المصري من طبقة عالية ووسطى ودنيا وما بينهم من علاقات يعني هقول التعريف هي مجموعة من الأفراد تربطهم روابط وأهداف ومصالح مشتركة نقول لتاني التعريف في طبقة الاجتماعية تقول هي عبارة عن مجموعة من الأفراد تربطهم روابط وأهداف ومصالح مشتركة عندي سؤال ثاني يقولك بمتفسر كان المجتمع المصري القديم مجتمع طبقي أو يقول لك دلل أن المجتمع المصر القديم كان مجتمع طبقي الدليل هيقول أنه كان يتكون من مجموعة من الطبقات عند فيه طبقة الأولى فيها الفرعون وأسرته الطبقة الثانية ضمت الوزراء وكبار الكهنة والكتبة وحكام الأقالين في الطبقة الثالثة ضمت صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف المتميزة الطبقة الرابعة تضم الفلاحين والحرفين كده أنا بستنتج أن كان على رأس المجتمع المصر القديم هو الفرعون وأسرته لكن قاعدة الهرم كانت بتضم الفلاحين والحرفيين إذا ما احنا شايفين كده أن المجتمع المصر القديم كان يتكون من أربع طبقات ده بالنسبة لطبقات المجتمع هنجي بعد كده على الأسرة طبعا الأسرة زي دلوقتي برضو بتتكون من الأب والأم والأبناء الكل واحد فيهم له حقوق وعليه واجبات لازم يلتزم بها فهنبدأ بالأب الأب طبعا حقوقه الطاقة والتقدير والاحترام من الزوجة والأبناء لكن واجباته هو رب الأسرة هو رعيها ويوفر كل احتياجات الأسرة تمام من مأكل ومشرب وغذاء وغيره ومسكن طيب نيجي بعد كده على الأم الأم كان لها حق الوراثة والشهادة والتعاقد والبيع والشراء طيب واجباتها إيه؟ في عندي سؤال مهم جدا ده سؤال امتحانات يقولك بما تفسر احتلت المرأة مكانة مهمة في المجتمع المصر القديم فإجابتك هتكون إيه؟ نظرا لما تقوم به من أعمال من نظافة نظافة البيت وطهي وترتيق وتربية الأبناء ومساعدة زوجها في بعض الأعمال يبقى طبعا ده بالنسبة للأم عرفنا حقوقها وعرفنا واجبتها هنجي بعد كده على الأبناء الأبناء كان لهم العديد من الحقوق مثل أن فرض على الأباء أنهم يعلموهم الأداب والسلوك الحميد والأخلاق الطيبة ويعلمونهم العلوم المختلفة أما واجبات الأبناء للأباء هي التفوق الدراسي واحترام ومساعدة الأباء ورعاية قبورهم بعد وفتهم طب نجي نشوف كده العلاقة الزوجية اللي كانت بين المصري القديم في المجتمع المصري كان المصري القديم يهتم بأسرته يحرص على إسعاد زوجته ولا ينازعها ويعاملها بكل رفق وحنان ويساعدها في المنزل أحيانا إذا اقتضى الأمر في ذلك طيب هنجي نشوف المسكن خلي بالك أن المسكن والأساس اختلفت باختلاف الطبقات فامتاز المصري القديم عموما بالبساطة فكان يبنى من الطوب اللبن اللي هو الطوب المبني من طمي النيل ما عدا الفتحات الأبواب والأعمدة كانت من الحجارة طيب تتكون المساكن من طابق واحد أو طابقين وحجرة واحدة أو حجرتين وامتازت مساكن الأغنياء بالاتساع وكان يحيط بها الحدائق وزيينت جدرانها بالزخارف يبقى مساكن الفقراء كانت طابق واحد أو طابقين حجرة أو حجرتين أما مساكن الأغنياء فاتسمت أنها كانت متسعة يحيط بها الحدائق وزيينت جدرانها بالزخارف والنقوش طيب تعال نجي نشوف قصر الفرعون امتاز قصر الفرعون بالعلو والفخامة والاتساع ده دليل على العظمة في ذلك الوقت طيب نجي نشوف الأساس برضو يا جماعة الأساس اختلفت باختلاف الطبقات واختلفت باختلاف الظروف المعيشية فطبعا هنلاقي أن الأساس اللي كان في مساكن الفقراء كانت تسم بالبساطة أما في المساكن الأغنياء فكانت أحسن حالا أما الأساس اللي كانت موجودة في قصر الفرعون طبعا تسم بالفخامة طيب نجي على الملابس في عندي سؤال مهم برضو يقولك بما تفسر اختلاف الملابس في مصر قديمة هتقول لي اختلفت الملابس على حسب اختلاف الطبقات والظروف المعيشية فهنجي كده نتعرف على ملابس عامة الشعب عوام الشعب يا شباب كانوا ملابسهم تصنع من الكتان أما الأغنياء فكانوا يلبسون الحرير المستورد من فنيقيا وكانت تدرس بالذهب والفضة ده بالنسبة للملابس هنيجي بعد كده على العادات والزينة والتقاليد أحب المصر القديم الزينة استخدم العقود استخدم الأكراط استخدم الأساور استخدم العطور استخدم الأمشاط والحنة والكحل والخواتم طيب نجي كده على العادات والتقاليد اختلفت حسب اختلاف الموقف فانعند الطعام المصر القديم كان يتناول طعامه على الحصير وبعد كده عند تطور حياته استخدم المواد المنخفضة ثم بعد التطور استخدم المواد المرتفعة زات المقاعد المصر القديم عارف نظام الوجبات السلاسة في اليوم وغسل الأيدي قبل الأكل وبعد الأكل طيب كان من أداب الزيارة المصر القديم كان يلتزن بأداب الزيارة فلا يدخل البيوت إلا بعد أن يؤذنه له ده كل كده من العادات والتقاليد طيب نجي بقى نشوف وسائل الترفيه والتسليه هل كانت حياة المصر القديم حياته كلها جد وكفاح لا لم تكن حياة المصر القديم كلها جد وكفاح ليه الدين الدليل دلل لم تكن حياة المصر القديم كلها جد وكفاح حيث لجأ المصر القديم إلى بعض الوسائل للترويح عن نفسه من وسائل التسليه والترفيه مثل ممارسة الرياضة فهنيجي كده فيه رياضة عندي فيه رياضة الصيد زي صيد السمان والحمام والبط والأسماك والتماسيح والغزلان والأسود طب عندي أدوات الصيد كان بيستخدم ايه في الصيد كان بيستخدم عصايا الرماية كان بيستخدم الحربة كان بيستخدم الشص لهذه السنارة كان بيستخدم الشباك هنيجي بعد كده للعاب الرياضية كان فيها ألعاب بتمارسها الرجال يمارسها الرجال زي المصرعة زي المبارزة زي رفع الأسكال زي التحطيب خلي بالك دي ألعاب الليه الرجال مصرعة مبارزة رفع أسكال تحطيب وعندي ألعاب بتعتمد على التفكير زي الشطرنج طيب النساء النساء برضو يا شباب كان لهم دور في ممارسة الرياضة فعندي فيه ألعاب من الألعاب التي مرستها النساء تقوزوا في الكرات عندي الأطفال كانوا بمارسوا لعبة العصى والطوق ولعبة إخفاء الوجه والمصر الكديم كان بيمارس الموسيقى والغناء طيب كان فيه موضوعات الغناء كان عندي موضوعات الغناء إما طبعا أغاني وطنية أو أغاني شعبية أو أغاني دينية طيب كان بيستخدم الآلات والمزمار والطبول كان فيه عندي أغاني مصحوبة بالموسيقى أو بدون الموسيقى أو أغاني أحيانا تتم ممارستها فرديا أو أغاني جماعية ده بالنسبة لموضوعات الغناء طيب لما يقول لك دلل أن المصر الكديم لم تكن حياته كلها جدا وكفاحة تقول لي حيث وإيه كان يوجد العديد من الألعاب والموسيقى والغناء طيب نيجي على الأعياد والإحتفالات في عياد دينية زي عيد الإله آمون وعيد الإله أزاريس في عندي عياد سياسية زي عيد جلوس الفرعون على العرش في عندي عياد اجتماعية مثل عيد الربيع وعيد رأس السنة في عندي عياد عسكرية مثل عيد النصر في عندي عياد اقتصادية مثل عياد الفيضان وعيد البزر وعيد الحصاد تمام كده يبقى أنا عندي كده ما يجب لك كده من أنواع العياد الدينية نوة ونوة طبعا تقول لي عياد آمون وأوزاريس طبعا عندي من العياد السياسية نوة ونوة طبعا عندي العياد جلوس الفرعون على العرش طبعا عندي العياد الاجتماعية زي عيد ايه وعيد ايه هتقول لي طبعا عيد رأس السنة وعيد الربيع طبعا أقول لك كان من العياد الاقتصادية عيد جلوس الفرعون على العرش الكلام ده صح ولا غلط طبعا هتقول لي غلط لأنها لأن عيد جلوس الفران على العرش بأعياد سياسية كده جماعة نكون خلصنا الدرس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته